حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا عبد الله بن جعفر حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن عبيد الله بن أبي رافع عن المسور أنه بعث إليه حسن بن حسن يخطب أبنته فقال له قول له فليلقني في العتمة قال فلقيه فحمد المسور لها وأثنى عليه وقال أما بعد والله ما من نسب ولا سبب ولا صهر أحب إلي من سببكم وصهركم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة مضغة مني يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بسطها وأن الأنسب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري وعندك أبنتها ولو زوجتك لقبضها ذلك قال فانطلق عاذرا له حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر عن المسور قال مر بي يهودي وأنا قائم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال فقال ارفع أو أكشف ثوبه عن ظهره قال فذهبت به أرفعه قال فناضح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من الماء حدثنا سفيان بن عوينة عن الزهري عن عروة عن مروانا والمسوري بن مخرامة يزيد أحدهما على صاحبه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معامل حديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها وبعث عينا له بين يديه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا حثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن اسحاق بن يسار عن الزهري محمد بن مسلمي بن شيهاب عن عروة بن الزبير عن المسوري بن مخرامة ومروانا بن الحكم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه الهدي سبعين بدنة وكان الناس سبع مئة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعصفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العوذ المطافل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون لها أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا إلى كراع الغميم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس فإن أصبوني كان الذي أراد وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وفيرون وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فماذا تظن قريش والله أني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله له أو تنفرد هذه السالفة ثم أمر الناس فسلاك ذات اليمين بين ظهري الحمد على طريق تخرجه على ثنية الميرار والحديبية من أسفل مكة قال فسلاك الجيش تلك الطريقة فلما رأت خيل قريش قطرت الجيش قد خالفوا عن طريقهم نكاسوا راجعين إلى قريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حتى إذا سلك ثنية الميرار بركت ناقته فقال الناس خلأت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطط يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ثم قال للناس انزلوا فقالوا يا رسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه فنازل في قليب من تلك القلوب فغرزه فيه فجاش الماء بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطا فلما أطمأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بوديل بن ورقاء في رجال من خزاعة فقال لهم كقوله لبشيري بن سفيان فرجعوا إلى قريش فقالوا فقالوا يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد وإن محمدا لم يأتي لقتال إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لا حقه فاتهموهم قال محمد يعني ابن إسحاق قال الزهري وكانت خزاعة في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كان بمكة قالوا وإن كان إنما جاء لذلك فلا والله لا يدخلها أبدا علينا عنوة ولا تتحدثوا بذلك العرب ثم بعثوا إليه مكرز بن حفصي بن الأخي في أحد بني عامري بن لؤين فلما رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو بنحو مما كلما به أصحابه ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبعثوا إليه الحس ابن علقمة الكنانية وهو يومئذ سيد الأحابش فلما رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا من قومين يتألهون فبعثوا الهدية في وجهه فبعثوا الهدية فلما رأى الهدية يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله رجع ولم يصل إلى الهدية رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظاما لما رأى فقال يا معشر قريش قد رأيت ما لا يحل صده الهدية في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله فقالوا أجلس إنما أنت أعرابي لعلم لك فبعثوا فبعثوا إليه عروة ابن مسعود الثقافية فقال يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم من أطعني في وسوء اللفظ وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت من أطعني من قومي ثم جئت حتى أسيتكم بنفسي قالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهمين فخرج حتى آت الرسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فقالا يا محمد جمعت أباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون لها أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لا كأني بهؤلاء بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا قال وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد فقال امسس بذر التي نحن ننكشف عنه قال من هذا يا محمد قال هذا ابن أبي قحافة قال والله لو لا يد كانت لك عندي لك فأتك بها ولكن هذه بها ثم تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعب تواقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد قال يقرع يده ثم قال أمسك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله لا تصل إليك قال ويحك ما أفضك وأغلظك قال فتبصم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هذا يا محمد قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة قال أغدر هل غست سوأتك سوأتك إلا بالأمس قال فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما كلم به أصحابه فأخبره أنه لم يأتي يريد حربا قال فقام من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضع وضوءا إلا ابتدروه ولا يبسو قبوساقا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه فرجع إلى قريش فقال يا معشر قريش إني جئت كسر في ملكه وجئت قيصر والنجاشية في ملكه ما والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا فروا رأيكم قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعث خراش ابن أمية الخزاعية إلى مكة وحمله على جمهل له يقال له الثعلب الثعلب فلما دخل مكة عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش فمنعهم الأحابش حتى آت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عمراني يبعثه إلى مكة فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس بها من بني عدي أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغضتي عليها ولكن أدلك على رجل هو أعز مني عثمان بن عفان قال فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب وأنه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته فخرج عثمان حتى آت مكة ولقيه أبان بن سعيدي بن العاصف نازل عن دابته وحمله بين يديه وردي فخلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق عثمان حتى آتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به فقالوا لعثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف به فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل قال محمد فحدثني الزهري أن قريشا بعثوا سهيل بن عمر أحد بني عامري بن لؤي فقالوا أتي محمدا فصالحه ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا فأتاه سهيل بن عمر فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلما وأطال الكلام وتراجع حتى جر بينهما الصلح فلما أطأم الأمر ولم يبقى إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر أوليس برسول الله صلى الله عليه وسلم أولسنا بالمسلمين أوليسوا بالمشركين قال بل قال فعلى من أعطي الذلة في ديننا فقال أبا بكر أولسنا بالمسلمين أوليسوا بالمشركين قال بل قال فعلى من أعطي الذلة في ديننا فقال أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني يضيعني ثم قال عمر ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا قال ودعا رسول أولو الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب باسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمر لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمر فقال سهيل بن عمر لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمر على وضع الحرب عشر سنين يأن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من آت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم ومن أتق عشا ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم لم يردوه عليه وإن بيننا عيبة مكففة وإنه لا إسلال ولا إغلال وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة فقالوا نحن مع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده وتواثبت بن بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت فيهم ثلاثا معك سلاح الراكبي لا تدخلها بغير السيوف في القرب فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرن في الحديد قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشوكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كدوا أن يهلكوا فلما رأسه هيل أبو جندل قام إليه فضرب وجهه ثم قال يا محمد قد لجت القضية بين وبينك قبل أن يأتيك هذا قال صدقت فقام إليه فأخذ بتلبيبه قال وصرخ أبو جندل بأعلى صوته يا معاشر المسلمين يتردونني إلى أهل الشرك فيفتنون في ديني قال فزاد الناس شرا إلى ما بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو جندل اصبر واحتسب فإن لها عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ومخرجا إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإن لن نغذر بهم قال فوثبا إليه عمر بن الخطاب مع أبي جندل فجعل يمشي إلى جنبه وهو يقول اصبر أبا جندل فإنما هم المشركون وإنما دام أحدهم دام كلب قال ويدني قائم السيف منه قال يقول رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه قال فضن الرجل بأبيه ونفذت القضية فلما فرغ من الكتاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مطارب في الحل قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس انحروا واحلقوا قال فما قام أحد قال ثم عاد بمثلها فما قام رجل حتى عاد بمثلها فما قام رجل فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة فقال فقال يا أم سلمة ما شأن الناس قالت يا رسول الله قد دخلهم قد رأيت فلا تكلمن منهم إنسانا وعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق فلو قد فعدت ذلك فعل الناس ذلك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحدا حتى أتهديه فانحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون قال حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق فنزلت سورة الفتح حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن علي بن حسين عن المسوري بن مخرمة حتى أن علي خطب ابنة أبي جهل فوعد بن نكاحي فأتت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وأن علي قد خطب ابنة أبي جهل فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمضا لها وأثنى عليه وقالا إنما فاطمة بضعة مني وأنا أكره أن تفتنوها وذكر أبا العاص بن الربيع فأكثر عليه الثناء وقال لا يجمع بين ابنة نبي الله وبنتي عدو الله فرفض علي ذلك حثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح أبنة أبي جهل قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني وأنا أكره أن تفتنوها وإنها والله لا تجتمع أبنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل واحد أبدا قال فترك علي الخطبة حسنا يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا أبي عن الوليدي بن كثير حدثني محمد بن عمري بن حلحلة الدؤالي أن أبن شيها بن حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عندي يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي لقيه المسور بن مغرمت فقال هلاك إلي من حاجة تأمرني بها قال فقلت له لا قال له هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأني أخاف أن يغلبك القوم عليه وأيم الله لأن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فطمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة بضعة مني وأنا أتخوف أتخوف أن تفتن في دينها قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفلي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع أبنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبنة عدو الله مكانا واحدا أبدا حثنا يعقوب حدثنا أبن أخي ابن شيهاب عن عمه قال وزعم عروة ابن الزبيري أن مروان والمصور ابن مخرمت أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفده وازن مسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا أحد الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت أستأنيت بكم وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائفي فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا أحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في المسلمين فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قالوا أما بعد فإن أخوانكم قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله عز وجل علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفأكم أمركم فجمع الناس فكلمهم عرفأهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا هذا الذي بلغني عن سبيه وازنة حثن أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا عروة بن الزبير أن المصور بن مخرمة أخبره أن عمرو أبن عوف الأنصارية وهو حليف بني عامري بن لؤي وكان قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرامي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فذكر الحديث يعني مثل حديث معمر حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المصور بن مخرمة قال سمعت الأنصار الأنصار أن أبا عبيدة قدم بمال من قبل البحرين وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على البحرين فوافوا مع رسول الله صلاة الصبح فلما انصر فرسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضوا فلما رأاهم تبصم وقال لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة بن الجراح قدم وقدما بمال قالوا أجل يا رسول الله قال قال أبشروا وأملوا خيرا فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن إذا صبت عليكم الدنيا فتنافستموها كما تنافسها من كان قبلكم حثن روح قال ثنى مالك بن أنس عن هشامي بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره قال وثنى إسحاق يعني ابن الطباع قال أخبرني مالك عن هشامي عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلامية نفست بعد وفت زوجها بليال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلت تفان كحي حسنا حماد بن أسامة أخبرنا هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلامية تتوقف عنها زوجها وهي حامل فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت فلما تعلت من نفاسها خطيبت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في النكح فأذن لها أن تنكح فنك حد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عاصم ابن عمر عن المسور بن مخرمة قال وضعت سبيعة فذكر الحديث حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروتا بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره بذيء الحليفة وأحرم منها بالعمرة حلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك حان عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عوفي بن الحريث وهو أبن أخي عائشة لأمها أن عائشة حدثته أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته والله لتنطهي أن عائشة أولى أحجرن عليها فقالت عائشة رضي الله عنها وقال هذا قالوا نعم قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم أبن الزبير كلمة أبدا فاستشفع عبد الله بن الزبير المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسودي بن عبد يغوث وهما من بني زهرة فذكر الحديث وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقابلت منه ويقولان لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عما عما قد علمتي من الهجر أنه لا يحل لمسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال حدثنا الوليد بن مسلمين حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن أطفالي بن الحريث وكان رجلا من أزدي شنوئة وكان أخا لعائشة لأمها أم رومان فذكر الحديث فاستعان عليها بالمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسودي بن عبد يغوث فاستأذن عليها فأذنت لهما فكلمها وناشدها أدها الهوى القرابة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرئ المسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاث حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عوف بن الحارثي بن الطفالي وهو أبن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة حدثته فذكر الحديثة حثنى سفيان بن عوينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مروانة والمسور بن مخرمة يزيد أحدهما على صاحبه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضعة عشرة مئة من أصحابه فلما كان بذيء الحليفة قلد الهدية وأشعر وأحرم منها وقال سفيان مرة من عمرة ولم يسم المسورة وبعث عينا له بين يديه فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا حثنى يونس بن محمد حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراق أنه سمع مروانة بالموسم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن والبعير أفضل من المجنة حثنى هاشم بن القاسم حدثنا الليث يعني ابن سعد قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبري يقول إن بني هشامي بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا أبنتهم علي بن أبي طالب فلا آذنوا لهم ثم قال لا آذنوا ثم قال لا آذنوا فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أنابها ويؤذيني ما آذاها حثنى هاشم حدثنا ليث حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية مزررة بالذهب فقسمها في أصحابه فقال مخرمة يا مصور اذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد ذكر لي أنه قسم أقبية فانطلقنا فقال ادخل فادعه لي قال فدخلت فداعوته إليه فخرج إلي وعليه قباء منها قال خبأت لك هذا يا مخرمة قال فنظر إليه فقال رضي فأعطاه إياه حنى عبد الرزاق عن معمر قال الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان الحديبية في بضعة عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذيء الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريب من عصفان أتاه عينه الخزاعي فقال إني قد تركت كعب ابن لؤي وعامر ابن لؤي قد جمعوا لك الأحابشة وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أترون أترون أن ميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعنوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين وأن جو قال يحيى بن سعيد عن أبن المبارك محزنين وإن يحنون تكون عنقا قطعها الله أو ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاطناه فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم يا نبي الله إنما جئنا معتمرين ولم نجئ نقاتل أحدا ولكن من حال بيننا وبين البيت قاطناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحه إذن قال الزهري وكان أبو هريرة يقول ما رأيت أحدا قطو كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزهري في حديث المسور بن مخرمة ومرونا بن الحكم فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هو بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليه منها بركت به راحللته وقال يحيى بن سعيد عن أبن المبارك بركت بها راحللته فقال النبي صلى الله عليه وسلم حل حل فألحد فقالوا خلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وماذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت به قال فعدل عنها حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء الماء إنما يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبثه الناس أن نزحوه فشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطاش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه قال فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه قال فبينما هم كذلك إذ جاء بوديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة وقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا لم نجئ لقتال أحد ولكن نجئنا معتمرين وإن قريشا قد نهاكتهم الحرب فأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس الناس فإن أظهروا فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا وإلا فوالذي نفسي بيده لا أقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لا ينفذن الله أمره قال يحيى عن أبن المبارك حتى تنفرد قال فإن شاءوا مادتهم مدة قال بوديل سأبلغهم ما تقول فانطلق حتى أتقوا عيشا فقال إنه قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم نعرضه عليكم فقال سفهاؤهم لحاجة لنا في أن تحدثنا عنه بشيء وقال ذو الرأي منهم هاتي ما سمعته يقول قالا قد سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام عروة ابن مسعود الثقافي فقالا فقال أي قوم ألستم بالوالد قالوا بل قال أولست بالولد قالوا بل قال فهل تتاهموني قالوا لا قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكض فلما بلاحوا علي جئتكم بأهلي ومن أطع عني قالوا بل فقال إن هذا قد عرض عليكم خطة رجد فاقبلوها ودعوني آته فقالوا آته فأتاه قال فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له نحوا من قوله لبوديل فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خلقا أن يفر ويدعوك فقال له أبو بكر رضي الله عنه أمسس بذر التي نحن نافر عنه وندعه فقال من ذا قالوا أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده لو لا يد كانت لك عندي عندي لم أجزك بها لأجبتك وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنصل السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة يده فقال من هذا قالوا المغيرة بن شعبة قالوا أي غدروا ولست أسعى في غدرتك وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقط لهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبلوا وأما المال فلست منه منه في شيء ثم أن عروة جعل يرمق النبي صلى الله عليه وسلم بعينه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ أكدوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له فرجع إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسر والنجاشي والله إن رأيت ملكا قد يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ أكدوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رجد فاقبلوها فقال رجل من بني كنان تدعوني آته فقالوا أأته فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قومين يعظمون البدن فبعثوها له فبعثت له واستقبله القوم يلعبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت قال فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدنة البدنة قد قلدت وأشعرت فلم أرى أن يصدوا عن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني آته فقالوا أأته فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبين هو يكلمه إذ جاءه سهيل بن عمر قال معمر وأخبرني أيوب عن عكر متى أنه لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل من أمركم قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمر فقال هاتي أكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا الكاتب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب باسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو وقال ابن المبارك ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله ما نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولقاطناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله قال الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوفى به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة ولكن لا كامن العام المقبل فكتب فقال سهيل على على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما فبينهم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمر ويرصف وقال يحيى عن أبن المبارك يرصف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقضيك عليه أن ترده إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نقضي الكتاب بعد قال فوالله إذن لنصالحك على شيء أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي قال ما أنا بموجيزه لك قال بلى ففعل قال ما أنا بفاعل إن قال مكرز بلى قد أجزناه لك فقال أبو جندل أي معاشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله فقال عمر رضي الله تعالى عنه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلمنعطي أدنية في ديننا إذن قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصر قلت أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به قال بلى قال فأخبرتك أنك تأتيه العام قلت لا قال فإنك أتيه ومتطوف به قال فأتيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلمنعطي أدنية في ديننا إذن قال أيها الرجل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه عز وجل وهو ناصره فاستمسك وقال يحيى بن سعيد بغرزه وقال تطوف بغرزه حتى تموتا فوالله إنه لعلى الحق قلت أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به قال بلى قال أفأخبرك أنه يأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومتطوف به قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمال قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قموا فانحروا ثم أحلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقيا لقيا من الناس فقالت أم سلمة يا رسول الله أتحب ذلك اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحرب ادنك وتضع وحالقك فيحلقك فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر هديه ودعى حالقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كدى بعضهم يقتل بعضا غمما ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ بعصام الكوافر قال فطلق عمر يومئذ أمرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي صفيان والأخر صفوان بن أمية ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم وقال يحيى يحيى عن أبن المبارك فقدم عليه أبو بصير بن أسيد الثقافي مسلما مهاجرا فاستأجر الأخ نسبن شريق رجلا كفرا من بني عامري بن لؤي ومولا معه وكتب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الوفاء فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعدت لنا فيه فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ به ذا الحليفة فنازلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأر سيفك يا فلان هذا جيدا فاستالله الآخر فقال أجل والله إنه لا جيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى آت المدينة فدخل المسجد يعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم لقد رأى هذا ذعرنف لما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لا مقتول فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوف الله ذم تقع قد ردتني إليهم ثم أنجاني الله منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى آت سيف البحر قال ويتافلت أبو جندل بن سهيل فلاحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لاحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة قال فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده لها والرحمة والرحمة لما أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم حتى بلغ حمية الجهلية وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا باسم الله الرحمن الرحيم وحال بينه وبين البيت حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنى عبد الله بن المبارك حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسوري بن مخرامة ومرونا بن الحكم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضعة عشرة مئات فذكر الحديث قال ومنها هنا مصق بحديث الزهري عن القاصم بن محمد قال وقال أبو بصير للعميري ومعه سيفه إني أرى سيفك هذا هذا يا أخى بني عامر جيدا قال نعم أجل قال أرني أنظر إليه قال فأنتاه إياه فاستله أبو بصير ثم ضرب العاميري حتى قتله وفر المولى يجمز قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فدخل زعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يطن الحصى من شدة سعيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأاه لقد رأى هذا ذعرا فذكر نحوا من حديث عبد الرزاق قال فلما رأى ذلك كفار قريش ركب نفر منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنها لا تغني مدتك شيئا ونحن نقتل وتنهب أموالنا وإنا نسألك أن تدخل هؤلاء الذين أسلموا مننا في صلحك وتمنعهم وتحجز عنا قتالهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم فقرأ حتى بلغ حمية الجاهلية حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر وجعفر عن عبيد الله بن أبي رافع عن المصور قال بعث حسن بن حساء إلى المصور يخطب بنتا له قال له توافيني في العتمة فلقياه فحمضا لها المصور فقال ما من صبب ولا نسب ولا صهر أحب إلي من نسبكم وصهركم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فطمة شجنة مني يبسطني مبسطها ويقبضني مقبضها وإنه ينقطع يوم القيامة الأنسب والأسباب إلا نسبي وسببي وتحتك ابنتها ولو زوجتك قبض هذا لك فذهب عاذرا له